اشتركوا في القناة واحد العناصر اللي كانت خاصة بالترمي الاول وكان الترمي الاول عبارة عن تلت ابواب وان شاء الله الترمي التاني برضو هيكون تلت ابواب لان مادة الخامات عندنا هي ست ابواب احنا كنا خلصنا في الترمي الاول وامتحنا وان شاء الله ربنا يكلل مجهودكو والمذاكرة اللي انتو ذكرتوها بالنجاح والتفوق اكيد كل اللي شاف الحلقات بتاعتنا في مادة الخامات هيكون قدر يجاوب في الامتحان ان شاء الله الاجابة الوفية الكافية اللي تخليك تكون من المتفوقين احنا في الترمي ده هنبدأ نتكلم عن تمهيد او مقدمة عن الجزء اللي انت هتدرسه الترمي التاني علشان تقدر في الترمي التاني احنا مش عايزين الطالب يكون حافز يا ولاده بس لازم تكون فاهم انت ايه الجزء اللي انت بتدرسه معنى ايه ايه المفاهيم اللي بيحتويها هذا الجزء احنا زي ما قلنا ان انتو درستو في الترمي الاول ثلاث ابواب واتكلمنا في الترمي الاول عن اه يعني ايه مخلوط يعني ايه مركب يعني ايه مادة الزرر بتتكون من ايه وخدنا كمان اه الجزء الخاص به اه المعادن والسبيكة وايه اه اللي انا الجزء اللي انا بستفيده من ان انا اعمل سبائك وليه ما استخدمتش المعدن كمادة مفردة نقية لوحدها وقلنا كمان ان انا عندي مثلا السبيكة انا بستفيد بخصائص اضافية انا مش هقدر احصل عليها في المادة اه لو كانت مادة نقية مفردة تمام وشفنا ازاي انا اقدر احمي بعض المواد من الصدق وازاي اعالج المشاكل اللي بتواجهني علشان احنا كان فيه جزء طبعا بسبب مثلا الصدق كان بنتعرض ليه بعض المشاكل والتلف والخسارة الاقتصادية اللي ممكن بتأثر على كل صناعات في دول العالم كله ده الجزء اللي احنا اخدناه في الترم الاول الترم التاني عندنا ولاد احنا عبارة عن زي ما قلنا تلات ابواب التلات ابواب دول عبارة عن ايه عندنا الباب اللي هو احنا هنبدأ به الترم ده اللي هو باب المواد المغناطسية بعد كده عندنا الباب الرابع اللي هو شبه المواصلات او المواد الشبه مواصلة وعندنا كمان هنتكلم عن المواد العازلة ده محتوى الجزء الخاص بالترم التاني عايزين نعرف ايه الهدف من دراسة التلات ابواب دول عندنا الهدف ان احنا نتعرف يعني ايه مادة مغناطسية وايه الغرض من المواد المغناطسية وخوصها واستخداماتها تمام وانا عندي المواد المغناطسية دي هتفدني في ايه وكمان بالنسبة للمواد الشبه مواصلة يعني ايه مادة شبه مواصلة هستخدم اشباه المواصلات في ايه ويا ترى اشباه المواصلات دي كمادة هي مادة بتفدني ولا هي مادة فرع حاجة بسيطة انا ما بستفدش منها بنسبة كبيرة ده اللي احنا هنوضحه في الجزء الخاص بالباب الخاص باشباه المواصلات وكمان هنتكلم على المواد العزلة اول حاجة عندنا في اول باب اللي هو المواد المغناطسية ايه هي العناصر اللي احنا هنتكلم عنها في الباب اللي هو الباب المواد المغناطسية ده هيكون اول باب انت بتدرسه في الترمي التاني انت هتتعرف على يعني ايه مواد مغناطسية وكمان يعني ايه معامل نفاذية بالنسبة لمصطلح معامل النفاذية ده ده بالنسبة لكم مصطلح جديد ويمكن اول مرة انتوا تسمعوا عنه ممكن تكون عرفت قبل كده يعني ايه ما ده مغناطسية انما معامل النفاذية احنا هنتعرف عليه في مقرر التيرم التان كمان هنعرف عندنا في بعض المواد زي مواد الفيروم مغناطسية والبارا مغناطسية والضايا مغناطسية وكمان هنعرف ايه هو منحنة المغناطة والعلاقة بتاعة منحنة المغناطة بتكون ازاي وازاي اقدر ارسم منحنة المغناطة لبعض المواد تمام وكمان هنتعرف على منحنة التخلف المغناطسي وايه اللي ممكن يأثر على المنحنة ده علشان اقدر اشوف العلاقة بتاعته والمواد كمان عندنا المغناطسية سواء كانت المواد المغناطسية اللينة او المواد المغناطسية الصلبة وكمان المواد المغناطسية المتوسطة اللي هي لا هي مواد لينة ولا هي مواد صلبة طيب نبدأ نقول محتوى الباب الاول ده اول جزء فيه احنا قلنا اللي هو عن المغناطسية طيب احنا مش عايزين نقول مغناطسية نحفظ على طول لا احنا عايزين بنقول ان احنا نكون فاهمين الحفظ يا ولاد بيتنسي انما لو انت فاهم الحاجة دي اتعرفت ازاي زي مثلا نشقتها مكوناتها اكتشفوها ازاي ده هيخلي عندك فكر ان انت الجزء ده انت مش هتنسى ابدا صعب اوي ان انت في وقت الامتحان طول ما انت بتقعد تحفظ المادة لو انت ما فهمتش الجزء ده انت بتنسى اللي انت بتحفظه او بتفتكر البعض من الاجزاء اللي انت حفظتها دي لا انت رأى لو هتفهم الجزء ده كويس تأكد مية في المية ان انت لما تيجي في اي سؤال انت مش هتنسى ابدا ولا نقطة هتلاقي نفسك ان انت بتكتبه بسهولة جدا زي ما بيقولوا هتلاقي الالم بيكتب لوحده لان انت خلاص مخك فاهم انت بتكتب ايه عندنا لو احنا اتكلمنا عن المغناطسية اول حاجة هي المغناطسية دي اكتشفوها ازاي او يعني عرفوا يعني ايه مغناطسية ازاي كان فيه اولاد في البداية في احد رعاة الاغنام كان بيرعى الغنم وكان ماشي في الصحرة وماسك في ايده عصايا العصايا دي كان في نهايتها قطعة من الحديد وهو لما تعب قعد على الصخرة شوية لقى ان العصايا اللي هو بي مسنود عليها لقاها مسكت في ايه مسكت في الصخرة دي تمام ليه لان هي فيها جزء من الحديد طبعا هو اول ما لقى كده هو تخضه في البداية طبعا كان فيه شوية خرافات حوالين الجزء ده تمام ان ده فيه ممكن حاجة هي اللي مختفية مسكت في العصايا لغاية ما بدأوا يدرسوا ايه هي الظاهرة اللي خلت العصايا دي تمسك في الصخرة طبعا كان ان العصايا في نهايتها جزء من الحديد طبعا الصخرة دي كانت عبارة عن صخرة او حجر مغناطيسي حجر ايه حجر مغناطيسي الشخص ده كان اسمه مغنس وعلشان كده هما لما عرفوا المغناطيس بقى بالدراسة وتحليل الصخور والكلام ده كله سموا مغناطيس على اسم راعي الغنم اللي هو مغنس ودي يمكن اكتر قصة مشهورة عن المغناطيس الكلام ده كان في اليونان وفي قصص تانية برضو تروت عن اكتشاف المغناطيس بس القصة الاكثر مصدوقية هي قصة راعي الاغنم ده بالنسبة لي ازاي هما عرفوا الصخور المغناطيسية او عرفوا يعني ايه مغناطيسية عندنا اولاد احنا بنقول ان المغناطيس ده شكل المغناطيس المغناطيس عبارة عن ايه هو في الحقيقة بيكون ليه قطبين القطبين دول قطبين اللي هو قطب الشمالي والقطب الجنوبي وبنرموز لهم بالرمز ان واس اللي هو نورس وسوس حوالين المغناطيس ده بتتكون خطوط مجال او الفيض المغناطيس خطوط المجال ده بتكون بتتحرك في اتجاه زي ما احنا شايفين من الان الى الاس يبقى اتجاهها بيتحرك من اتجاه الان الى اتجاه الان الى اتجاه الاس تمام كده وبيكون ليه لونين مشهورين او هو اتعرف بان هو بيكون ليه لونين علشان نحدد النورس والسوز باللون الايه باللونين اللي احنا شايفينهم قدامنا تمام طيب عندنا دلوقتي ايه هو المغناطيس طبعا احنا عارفين ان المغناطيس بيقوم بعملية تجازب جازب المواد طب ممكن يبقى فيه تنفر ممكن بس ازاي احنا زي ما قلنا ان انا عندي القدب او المغناطيس ليه قدبين قدب شمالي وقدب جنوبي طب لو انا جبت دلوقتي جبت اتنين مغناطيس جنب بعض تمام لو انا حطيت القدبي او المغناطيسين جنب بعض اللي هيحصل اللي هيحصل هيتوقف على انا حطى او وضعت المغناطيسين دول ازاي لو انا حطى الشمالي وصادي الشمالي يعني اللي اتنين متشابهين اللي هيحصل هيحصل عملية تنافر هيحصل عملية ايه تنافر يبقى اذا تشابه القدبان المغناطيسيان لو اللي اتنين تشابهوا هيحصل ايه تباعد ما بين المغناطيسين تمام طيب امتى بيحصل عملية التجاذب بيحصل عملية التجاذب لو كان المغناطيسين دول ما لهم لو كانوا اللي اتنين مختلفين الاقتاب يعني الشمالي وصاده الجنوبي تمام كده زي ما احنا شايفين كده يبقى شايفين في الشكل الاولاني هنا الان جنب الاس يبقى هيحصل تجاذب اهل اتنين جنب بعض اما في الرسمة التانية الاتنين شق متشابهين فحصل تباعد ما بين الايه ما بين المغناطيسين اللي عنده تمام كده اولاد ده بالنسبة للايه للمغناطيس طبعا المغناطيس دوت ليه استخدامات كتيرة وعديدة جدا فحياتنا اليومية كلها احنا تقريبا بنستخدم المغناطيس يمكن نكون احنا كافراد مش حاسين بي بس هو لا ده هو موجود في تسعين في المية تقريبا من الاجهزة يعني عندنا التلفزيون هنلاقي فيه مغناطيس السماعة فيها مغناطيس الراديو فيه مغناطيس الرافعات فيها فيها مغناطيس طيب زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا هنلاقي ان انا عندي الرافعة اللي بتعمل بالطيار الكهرابي انا عندي الرافع اللي بتعمل بالطيار الكهرابي دي بتكون عبارة عن مغناطيس ضخم جدا المغناطيس ده بشغله بالطيار الكهرابي علشان يقوم بايه يقوم بجذب المواد المعدنية لو مثلا عندي مصنع فيه خردة فيه حاجات معدنية كتير فانا عندي المغناطيس الضخم ده هو اللي هيقوم بايه او ما بشغله او بوصله بالطيار الكهرائي هو اللي هيقوم بعملية سحب للايه للمعدن دي او لو انا عندي المصنع ده الخردة اللي موجودة فيه بعض المعادن وفيه بعض المواد التانية وانا عايز اقوم بعملية فصل للمواد دي فانا بستخدم حاجة زي الرفع دي هتاخد هتسحب المواد المعدنية المغناطيسية ومش هتسحب طبعا ايه المواد الغير مغناطيسية تمام كده بعد كده عندنا احنا هنتكلم كمان في الترم ده عن معامل النفاذية المغناطيسي ايه هو معامل النفاذية المغناطيسي معامل النفاذية المغناطيسي ده احنا بنرمز له بالرمز ام او ميو وبنقول ان انا عندي الميو بتكون عبارة عن العلاقة ما بين كسافة الفيد وشدة الايه وشدة المجال لان احنا قلنا ان المغناطيس لازم يكون حواليه مجال مغناطيسي زي لما انا بقول دلوقتي لو انا معايا مثلا قطعة مغناطيس تمام ومعايا قطعة من الحديد لو انا قربت المغناطيس من قطعة الحديد ايه اللي هيحصل هنلاقي ان قطعة الحديد المغناطيس جذبها طب انا نفس القطعة الحديد ونفس المغناطيس بس انا بعدت ما بينهم جدا ايه اللي هيحصل مش هيحصل عملية تجاذب طب ايه السبب اني انا نفس قطعة الحديد ونفس المغناطيس وما حصلش تجاذب التجاذب ده هيحصل اذا كان اذا كان عندي قطعة الحديد في مستوى او في المكان اللي فيه المجال المغناطيسي او خطوط الفضل المغناطيس لازم يبقى في نفس الايه في نفس المكان انما انا لما بعدته ما بقاش في الاطار اللي فيه المجال المغناطيسي فعشان كده مش هيحصل عملية الايه تجاذب المسافة ما بينهم بعيدة فخطوط المجال مش قادرة توصل لقطعة الايه لقطعة الحديد لان احنا قلنا ان المكان عندي بيكون من الان للايه للايس بشكل زي نصف دائري كده تمام بعد كده عندنا المواد الفروم مغناطيسية وعندي ايه هي المواد الفروم مغناطيسية وبتعتمد على ايه لان احنا قلنا هنلاقي عندنا في مواد اسمها الضايا مغناطيسية والبارا مغناطيسية طب ايه الفرق ما بين الفروم مغناطيسية والضايا مغناطيسية والبارا مغناطيسية يمكن الاسامي بالنسبة لكم جديدة وغريبة شوية بس هتلاقوها سهلة جدا احنا عندنا اولاد سواء مادة الفرو مغناطسية او البارا مغناطسية او الدايا مغناطسية بتعتمد على ايه بتعتمد على حاجة اسمها الالكترونات المفردة الالكترونات الايه المفردة طب يعني ايه الالكترونات المفردة الالكترونات المفردة دي انا لما اجي اوزع مادة معينة بشوف عدد الالكترونات المفردة فيها قد ايه ممكن يكون عدد الالكترونيات المفردة كتير او لو هو كتير يبقى المادة دي ايه مادة مغناطسية خلاص زي مادة الفرو مغناطسية تمام كده طيب بتتوزع ازاي شايفين الشكل اللي هو المربعات اللي تحت ده هنا عندي كام هنا عندي دول خمسة لو انا مثلا عندي مادة وهقول ان هي تركبها عشرة عشرة مثلا هوزعهم ازاي بصوا هنا العشرة دي هلاقي ان كل مربع من هنا اخد ايه واحد تمام وهرجع يبقى كده اول خمسة هرجع اعمل اكمل العشرة هلاقي ان الخمسة كلهم ايه اكتملوا بقى فيه ازدواج مفيش الكترونات مفردة يبقى المادة دي مش ايه مش فرو مغناطسية طب لو انا عندي دلوقتي مثلا عندي تمانية هوزع التمانية مادة توزيعها كام تمانية هنلاقي ان احنا هنا هوت وزعنا وملينا اقل خمس خانات اللي عندي تمام هجا وزع فضل ايه تلاتة هوزع على التلات مربعات دولت يبقى فيه ازدواجية في التلات مربعات انما الاتنين الاخرانين دول ايه اللي هو ده وده هيبقى الالكترونات مفردة يبقى انا عندي فيه اتنين ايه اتنين الالكترون مفرد يبقى المادة دي هي مادة ايه مادة هتكون مادة من المواد اللي بيجذبها الايه المغناطيس يبقى عملية الجذب هنا بتعتمد على عدد الالكترونات الايه المفردة ده بالنسبة للمواد فانا عندي المواد الفروم مغناطيسية هيكون فيها عدد الالكترونات مفردة كتير علشان احنا بنقول ايه ان المواد الفروم مغناطيسية هي المواد التي يجذبها المغناطيس بكو وتعتمد عملية الجذب على على عدد الالكترونات المفردة اللي انا هلاقيها في الايه هلاقيها في عملية التوزيع تمام كده طيب المواد الفروم مغناطيسية مالها بيكون معامل النفاذية بتاعها اكبر بكتير من الايه من الواحد الصحيح يبقى معامل النفاذية عندي اكبر بكتير من الواحد الايه الصحيح طيب عندي زي ايه زي الحديد او النيكل زي الحديد والاي اولاد زي الحديد ومادة او معدن النيكل بعد كده عندنا ايه هي المنطقة المغناطيسية عندنا المنطقة المغناطسية دي دي بالنسبة لعندي الالكترونات هنا هو زي ما احنا شايفين في الرسمة الاولانية المجالات المغناطسية للالكترونات مالها هنلاقي ان الحركة بتاعتها زي ما احنا شايفين حركة غير منتظمة عشوائية بتتحرك عندي في جميع الاتجاهات بتتحرك في جميع الاتجاهات طيب علشان الحركة دي تكون منتظمة انا لازم اخليها في مجال ايه اخليها في مجال مغناطسي زي ما احنا شايفين لو انا محطتها في مجال مغناطسي حطتها عندها مغناطس ايه اللي حصل هنلاقي ان الحركة هنا او الاتجاهات بقت اتجاهات ايه بقت اتجاهات منتظمة وبالتالي هتعمل كمغناطيس نتيجة نتيجة لعملية الترتيب اللي حصل بداخله نتيجة لعملية الترتيب اللي حصل بإيه بداخله ده ممكن يكون لو أنا مثلا جبت قطعة حديد وخدت منها حتة صغيرة جدا جدا وكبرتها مئات المرات لو أنا هشوفها على الميكروسكوب الميكروسكوب ده كبرها بشكل مثلا مئة مر أو أكتر من مئة مر إيه اللي هيحصل هنلاقي نفسنا شفنا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت الخاص بالإيه بالمجال والإلكترونات عندنا المادة اللي احنا هنتكلم برضو هنتعرف عليها الترميدة اللي هو البارا مغناطيسية والبارا مغناطيسية دي المواد اللي بتنجذب للمغناطيس بتكون درجة الانجذاب أقل شوية من الإيه الفرو مغناطيسية تمام طيب بيكون لها إلكترونات مفردة برضو طالما فيها نسبة جذب يبقى لازم يكون فيها عدد من الإلكترونات الإيه المفردة بس الإلكترونات المفردة هنا مش هتكون كتيرة زي المادة التانية تمام لإن احنا بنقول فيها قوة جذب أو مغناطيسية بس بنسبة تكون إيه أقل شوي فده بيعتمد على عدد الإلكترونات المفردة ودي خلاص القاعدة السبتة اللي احنا بنتعرف بيها على إن المادة دي هي مغناطيسية ولا مش مغناطيسية طيب المادة البارا مغناطيسية بيكون معامل النفاذية لها أعلى قليل من الواحد الصحيح أكبر شوية صغيرة من الواحد الإيه؟ الواحد الصحيح بعد كده عندنا مادة الدايا مغناطيسية والدايا مغناطيسية بقى هي المادة اللي ما بيكونش فيها إلكترونات مفردة خالص زي لما أنا قلنا مثلا لو إحنا هنوزع رقم عشرة كل الخمس خنات بتوعي التوزيع عندنا هيتميلوا وهتيجي توزع بعد كده هدي كده أول خمسة هتيجي تقول ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى الخمسة التانيين ملوا الخمس خنات بقت كل خانة بيه مزدوجة كل خانة بيه مزدوجة ما فيهاش ولا إلكترون مفرد طالما ما فيهاش ولا إلكترون مفرد يبقى المادة دي هي عبارة عن إيه؟ مادة يطلق عليها الدايا مغناطيسية يطلق عليها الدايا إيه؟ الدايا مغناطيسية عندنا كمان فيه منحنة المغنطة ومنحنة المغنطة بيكون هنا عندي بيكون بيتقسم إلى مجموعة مراحل مجموعة إيه؟ مراحل زي ما إحنا شايفين أول مرحلة اللي بدأ من عندي من البداية من بداية المنحنة اللي هي منطقة التشبع بعد كده بيصعد المنحنة وفيه منطقة الابتدائية المنطقة الإيه؟ الابتدائية بعد كده بيصعد المنحنة إلى المنطقة الوسطى لغاية ما يوصل لأقصى قيمة اللي هي مرحلة الإيه؟ التشبع يبقى ابتدائية وبعديها وسطى وبعديها مرحلة الإيه؟ التشبع ده بالنسبة لي منحنة الايه منحنة كسافة الفيض والشدة الايه المجال اللي هو بنسميه منحنة المغنط لان احنا قلنا في البداية ان منحنة المغنطة هيكون علاقة بتربط ما بين كسافة الفيض وشدة الايه وشدة المجال تمام بعد كده فيه كمان احنا هندرس في الباب الاولاني مجموعة منحنيات عندي المنحنة التاني اللي هو منحنة التخلف المغنطيسي وبيكون منحنة التخلف المغنطيسي ليه شكل مختلف شوية لان انا عندي بنشوف نقطة التشبع عندي او منطقة التشبع بتكون ازاي دماما وده بيكون الشكل الخاص بمنحنة التخلف المغنطيسي عندي المواد المغنطيسية احنا قلنا فيه مواد مغنطيسية لينة وفيه مواد مغنطيسية صلبة وكمان فيه مواد مغنطيسية متوسطة طب انا عندي كل جزء هيكون له منحنة خواص علشان يدرس العلاقة الخاصة بالمادة دي عندي ايه المادة اللي عندي اللي هي المواد اللي ينة بيكون لها المنحنة بتاعها بالشكل ده بيكون منحنة ضيق جدا خلاص ده في البداية طيب وما اللي خلى المنحنة بعد كده شكله تغير المنحنة اللي هنا هو ده المنحنة الاولي اللي هو بمرحلة انه هو ايه بيكون منحنة بتاعي منحنة المواد المغناطسية اللي هنا في الحالة الضيق طب هنا منحنة التخلف دوت للشرائح اللي الجزيئات بتاعتها اترتبت نتيجة لترتيب الجزيئات شكل المنحنة حصله ايه حصله عملية اختلاف تمام كده بعد كده المواد المغناطسية الصلبة بنقول ان انا عندي المواد المغناطسية الصلبة بتحتفظ باكبر قدر من المغناطسية اللي بتكون متبقية يبقى المواد المغناطسية الصلبة هنعرف ان هي بتحتفظ بالايه باكبر قدر من المغناطسية المتبقية وهنشوف خلال دراستنا في الترمي ده ان شاء الله ازاي ده بيحصل في المادة خلاص هتحكم ازاي في الكلام ده كله ده اللي احنا هنبدأ نعرفه لما نبدأ ندرس المقرر بتاعنا بالتفصيل عندنا بنقول ان احنا في استعمالات كتير للمواد المغناطسية دي اللي هي المواد المغناطسية الصلبة وقلنا ان احنا بنستعمله في الاجهزة التلفزيون وفي الفرامل وفي المحركات لاستعمالات كتير جدا كل الاستعمالات دي يا ولاد هي اللي احنا بنشغل بها او بنستغلها في الاجهزة بتاعتنا لان اهمية المغناطس دي اهمية قصوى وكبيرة جدا في حاجات كتير جدا يتوقف عليها لإيه عملية المغناطس والمجال المغناطسي حتى في اجهزة القياس هتلاقي ان انت في بعض الاجهزة اللي انت درستها في الترمي الاولاني فيها المجال المغناطسي بيكون ليه عامل مهم جدا في عملية تشغيل الاجهزة وانه ازاي يولد عزم يحرك المؤشر او يوقف المؤشر عند قيمة معينة كل الكلام دو هنعرفه في الجزء الخاص بيه الباب اللي احنا هنشتغل فيه في بداية الترمي التاني ان شاء الله بعد كده المواد المغناطسية المتوسطة دي بتقع ما بين هي من اسمها مواد مغناطسية متوسطة يعني ما بين الليينة وما بين الايه المواد الصلبة ما بين الاتنين بعد كده في الجزء الجديد اللي هناخده ده بالنسبة لمحتوى اللي هو اللي هنبتدي بيه في الترمي التاني بعد كده اللي بعده اللي هو الباب الخامس اللي هو عبارة عن المواد شبه المواصلة واول حاجة عندنا في المواد الشبه المواصلة هندرس يعني ايه جيرمانيوم وكمان هنتعرف يعني ايه مادة السيليكن وايه هي المواد وكمان ايه هو الانحياز السنائي البلوري خلاص يبقى احنا عندنا دلوقتي ده الجزء اللي هناخده في الباب الخامس يعني ايه مادة يعني ايه ايه هو السيليكون ايه هو الجرمانيوم يعني ايه المواد البلورية تمام احنا بنستخدم السيليكون والجرمانيوم او المواد السيليكون عموما بنستخدمها استخدامات كتيرة جدا ولو كان كل عصر ليه زي ما بيقولوا ليه مسمى فاحنا العصر يعتبر العصر ده اللي هو عصر السيليكون زي ما بيقولوا لان انا باستخدمه في استخدامات كتير جدا السيليكون اول ما انا هفتكر كده مادة او هسمع عن مادة سيليكون هفتكر مثلا السيليكون اللي انا بسيحه بلزق به اي حاجة عندي في الايه في البيت في ناس تانية هيجي ببالها السيليكون اللي هو الخاص بعمليات التجميل في ناس تانية تخصصاتها مختلفة مثلا في عملية الزراع هتقول لا ده احنا السيليكون بنستخدمه في الزراعة من غير طمي يبقى الزراعة بدون طمي ده كده يبقى انا عندي السيليكون ده ليه استخدامات كبيرة جدا وكتيرة جدا احنا هنتعرف عليها السيليكون بتكون نسبته او متوفر بنسبة عالية في القشرة الارضية بتكون نسبته من القشرة الارضية حوالي 28% من القشرة الارضية يعتبر تقريبا تاني مادة بتكون موجودة او متوفرة تاني مادة وفرة في الاي على مستوى بقية الاي المواد خلاص طبعا السيليكون ده مادة موجودة في الطبيعة بتكون موجودة في زي ما قلنا في القشرة الارضية من الرمال يعني السيليكون ده يعتبر زي الايه زي الرمال كده هوت خلاص طبعا هو متوفر بقسرة والسيليكون ده احنا هنشوف ان هو عندي السيليكون بيكون ليه تركيب زري او ليه عدد زري معين ايه هو عدد الزري بيكون السيليكون العدد الزري بتاعه 14 عدد الزري ايه 14 يمكن احنا قلنا قبل كده ان السيليكون ده من المواد ايه احنا اخدناه كمادة شبه موصلة حد يقولي لأ ده احنا قلنا قبل كده ان هو مادة عزلة احنا عارفين ان اشباه الموصلات يا ولاد هي في الاصل هي مواد عزلة يبقى اشباه الموصلات لو انا جيت اتكلم على اشباه الموصلات اه هقول هي مواد ايه عزلة بس إيه اللي حصل تم إضافة مطاعمات للمواد العازلة فأصبحت مواد إيه مواد شبه إيه شبه موصلة تمام عندي عدد الزري زي ما قلنا هو عبارة عن 14 لو أنا جيت أوزع العدد الزري الـ 14 ده هلاقي إن هو هياخد أول مدار 2 بعد كده المدار الثاني هيكون 8 يبقى 2.8 هيتبقى إيه؟ هيتبقى أربعة هيكونوا في المدار الأخير يعني هو رباعي التكافؤ الرباعي ده أو رباعي التكافؤ ده هيعمل رابطة تساهمية مع مادة تانية وهنشوف أو هنتعرف إزاي بيتم عمل رابطة تساهمية مع مادة تانية خلص سواء كان سيليكون أو لو أنا كمان اتكلمنا عن مادة اللي هي مادة الايه؟ كمان مادة الجرماني تمام؟ آآ عندنا لأن إحنا دايما بنربط ما بين مادة السيليكون وكمان على طول بايه؟ أول ما نقول سيليكون بنقول معاه جرماني خلاص؟ آآ عندنا استخدامات السيليكون زي ما قلنا إن أنا عندي السيليكون ليه استخدامات عديدة زي ما قلنا هو عبارة عن رمال أو زي الرمال المتوفرة في القشرة الأرضية اللي ذاتها نسبة متوفرة بكسرة بنقول إن هو عندي أنا بستخدمه في إيه؟ هلاقيه في الأسمنت هلاقيه في عمليات الزراعة عمليات التجميل فيه بيكون مكون أساسي في الزجاج مكون أساسي في ايه يا أولاد؟ في الزجاج آآ عندنا كمان آآ الجيرمانيوم الجيرمانيوم دوت بيكون آآ العدد الزر بتاعه اتنين وثلاثين طيب لو جيت وزعت اللي اتنين وثلاثين برضو هلاقيها ربعية التكافر طيب واحد يقول لي إزاي أنا عندي اللي اربعتاشر رباعي واللي اتنين وثلاثين رباعي لأن أنا عندي هنا في مدار زيادة هيكتمل والمدار الأخير هو اللي هيفضل فيه عندي الجزء الخاص بالأربع مكونات أو الأربع إلكترونات اللي هتكون موجودة عندي خلاص؟ طبعا الجيرمانيوم ده مادة برضو مادة من أشباه المواصلات سواء سيليكون أو جيرمانيوم هي مواد أشباه مواصلات اللي اتنين بيكونوا رباعي التكافر اللي اتنين يا ولاد بيكونوا رباعي لإيه التكافر واللي اتنين دولت كمواد عازلة في درجة إيه؟ في درجة السفر المطلق زي ما احنا قلنا إنه هو في الأصل هما إيه؟ عازل وتم إضافة مطاعمات فأصبحوا أشباه إيه؟ أشباه مواصلات بعد كده هنتعرف على المادة ونشوف المادة أي مادة عندي في الطبيعة بتنقسم من حيث توصلها للطيار القهربي إلى عندي مواد مواصلات وعندي كمان عوازل وكمان أشباه المواصلات يبقى المادة عندي من حيث توصلها للطيار يا إما عازلة يا إما مواصلة يا إما شبه إيه مواصلة تمام كده؟ ده هو الجزء اللي إحنا بنتكلم عليه في المادة إن إحنا عندنا المواد إحنا عارفين إن أنا عندي بستفيد جدا من المواد المواصلة للطيار وهي السبب في إن أنا لو أنا ما عنديش مادة مواصلة أولاد للطيار أنا كنت هوصل الطيار الكهربي ده إزاي؟ أو هشغل الأجهزة إزاي؟ لازم يبقى فيه مواد مواصلة للطيار طيب طالما المواد المواصلة للطيار ده مهمة فيه كمان العوازل المادة العزلة مهمة طب مهمة ليه؟ أنا خلاص أنا استفدت من المادة المواصلة مهمة لإن أنا مش هوصل لما وصل مادة هو أنا ينفع أخلي سلكين جنب بعض مثلا مكشفين من غير ما أقوم بعملية العزل لازم أي مادة موصلة أو السلك عند المواصل زي ما إحنا ما بنشوف فيه المنازل هو أنا موصلة للسلك مش السلك ده عليه عازل علشان ما يحصلش أي تلامس ما بينه ما بين سلك تاني آه أنا بعمله عازل والعازل ده مهم جدا وأهميته يمكن أنت مش حاسس بأهميته أنت بس بتكون إيه؟ مركز إن عندك الحاجة شغالة وتمام وكل ده بس أنا عندي العواز المهمة الدليل على كده إن لو أنا حصل عندي ارتفاع مثلا في الطيار الكهرابي وحصل للعازل ده عملية انهيار إيه اللي هيحصل؟ أو يعني انهيار يعني ساح الجهد عليه زاد لما الجهد عليه زاد العازل ده حصل له عملية تدمير طيب إيه اللي بيحصل؟ هتلاقي إن فيه حصل عندك ممكن يحصل بقى نتيجة التلامس ما بين الأسلاك دي بقى يحصل شارز كهرابي تلاقي إن الجهاز عندك حصل له إيه؟ فصل يبقى أنا عندي الجهاز ده فصل يبقى زي ما المواد الموصلة مهمة العوازل أو المواد العازلة المواد العازلة مهمة جدا تمام كده؟ وعندي بنقول إن أي مادة ده التكوين بتاعها أي مادة عبارة عن إيه؟ زي ما احنا شايفين قدامنا عبارة عن مجموعة من الزرات متنهية الصغر مجموعة الزرات دي لو أنا شفت الزرة هلاقي إن جواها إيه؟ قلب الزرة اللي هو النواة تمام؟ عندي النواة عندي كمان هلاقي الإلكترونات سالبة الشحنة والنواة دي بتتكون من إيه؟ عندي من بروتنات ونيترونات وده الجزء الأساسي أو عندي إزاي أي مادة أقدر أعرف إيه هي مكونات يبقى ده بالنسبة لشكل إيه؟ المادة تمام؟ عندي ده التوزيع الزر الزر بالنسبة لمادة السيليكون وبالنسبة لمادة إيه؟ الجرمانيوم زي ما احنا شايفين والرمز بتاع الجرمانيوم جي إي والسيليكون إيس آي ده عندي السيليكون أهو تركيبه 14 الجرمانيوم 32 زي ما احنا قلنا بصوا هنا في أول مدار هنلاقي إن المدار الأول فيه 2 إلكترون بعد كده 8 والمدار الثالث هيكون فيه 4 إلكترون ده بالنسبة لزررة الإيه؟ السيليكون الجرمانيوم برضو هنلاقي أول مدار 2 اللي وراء 8 اللي بعد كده 18 يبقى 2 و8 و18 8 وإيه؟ و20 بعد كده هنلاقي إن فيه 4 إلكترونات متبقيين دول اللي هيحتلوا المدار الأخير يبقى أنا عندي سواء سيليكون أو جرمانيوم المدار الأخير فيه 4 عشان كده بنقول إنه هو رباعي التكافر بعد كده عندنا الجزء اللي هندرسه تاني اللي هو باللورة الجرمانيوم دي باللورة الجرمانيوم هتكون لها توصيل اللي هو نوع سالب N طيب ونوع موجب اللي هو ال B طيب يبقى أنا عندي النوع N اللي هو السالب طيب إزاي بقى هيكون النوع N اللي هو السالب ده زي ما قلنا إن إحنا هنضيف شائب أو هنضيف شائب على مادة الإيه الجرمانيوم هيكون الشائب ده عبارة عن مادة زي إيه مثلا هيكون زي مادة الزرنيخ الزرنيخ ده خماس التكافر طيب أنا عندي المدار الأخير في مادة الجرمانيوم رباعي وهنا الزرنيخ خماسي هنلاقي إن فيه ترابط أو فيه رابطة تساهمية ما بين الأربع الأربع زرات اللي فيه الجرمانيوم خلاص هيبقى فيه عندي الزرنيخ هيتبقى إيه هيتبقى إلكترون عندي تمام كده؟ ده بالنسبة للإيه ليه باللورة الجرمانيوم الإيه السالبة اللي هي N طيب بعد كده عندي باللورة الجرمانيوم برضو اللي هي الموجبة البي طيب وهنلاقي إن هي هنحط معاها عشان يحصل هنحط لها شائب برضو بس هيكون إيه؟ هيكون مادة الأنديوم وهيكون هي عبارة عن سلاس التكافر فهنلاقي إن عندي فيه أربعة من الجرمانيوم هيرتبطوا مع الثلاثة الخاصين بالإيه؟ بالأنديوم هيبقى فيه إلكترون في الجرمانيوم ما فيهوش رابطة إيه؟ ما فيهوش رابطة تساهمية تمام؟ فعشان كده بنقول عليه ده إيه؟ ده النوع الموجب اللي هو البي طيب يبقى دي بالنسبة لأنواع الإيه؟ أنواع الجرمانيوم نيجي بعد كده نقول عندنا حاجة كمان هندرسها أولاد في الترمدة اللي هي صنائي الواصلة إحنا هنستغل الجرمانيوم اللي إحنا قلنا عليه اللي هو الN طيب والبي طيب واعمل من النوعين دول حاجة اسمها صنائي الواصلة لأن أنا عندي سواء سيليكون أو الجرمانيوم بصنع منه أشباه المواصلات اللي إحنا قلنا بنستخدمها في استخدامات كتير جدا يعني أنا عندي الموحدات هعملها منها كمان الـ IC الترانزيستور عشان كده إحنا في البداية قلنا إن أنا عندي ده يعتبر إيه؟ جزء مهم جدا وهو اللي بيكون عندي العناصر أغلب العناصر الإلكترونية اللي بتشغلي الأجهزة الإلكترونية اللي انت شايفها قدامك دي أغلبها أو أغلب العناصر اللي بتحتويها بتكون من أشباه من أشباه المواصلات يعني لا يخلو جهاز تلفزيون من جزء خاص بي أشباه المواصلات سواء تلفزيون سواء كمان عندي كمبيوتر راديو الكلام ده كله تمام؟ بصنعه من سواء كان وصلة بي أو وصلة إن مش بيكون إن وبي بس أنا لا أنا ممكن أضيف أكتر من بي وأكتر من إيه؟ من إن فأنا عندي هنا لو أنا عندي إن وبي فأنا بعمل إيه؟ بعمل حاجة اسمها المواحد يبقى المواحد عندي من البي والإن تمام؟ لو أنا جبت أكتر من بي وإن زي مثلا الترانزيستور هنلاقي إن الترانزيستور NBN أو BNB يبقى أنا هنا هوت خدت إيه أولاد؟ خدت أكتر من إيه؟ من وصلة سواء بي أو إن وعملت منها عنصر جديد زي عنصر الترانزيستور اللي إحنا بنستخدمه في عمليات إيه؟ التكبير تمام؟ بنقول إن أنا عندي بيكون في حاجة اسمها الإنحيازات يعني إيه إنحياز؟ أنا عندي الإنحياز ده اللي هو التوصيل بتاع الوصلة بتاعتي الإنحياز ده هو إنحياز أمامي ولا إنحياز عكسي؟ طيب يعني إيه إنحياز أمامي؟ ويعني إيه إنحياز عكسي؟ الإنحياز الأمامي لو أنا عندي زي ما إحنا قلنا أنا عندي البي وعندي الان البي موجبة والان سالبة طب أنا لو أنا أخدت الوصلة دي ووصلتها ببطارية ايه اللي هيحصل عندي لو انا وصلتها بالبطارية هلاقي هيختلف على حسب وضع البطارية ايه لو انا حط البطارية بالشكل ده شايفين هنا وشكل البطارية فوق المنبع ده خلاص انا عندي هنا هو هلاقي ايه ده انحياز امامي ليه انحياز امامي مش البطارية الطرف ده ولاد موجب طب الطرف الموجب ده ماسك في مين ماسك في الطرف الموجب البي لان احنا قلنا البي موجبة طب الموجب مع الموجب نيجي الناحية التانية هنا الان الان هلاقيها الان سالبة رايحة متوصلة مع طرف بطارية او منبع ايه الطرف السالب طب طالما سالب مع سالب وموجب مع موجب يبقى انا عندي ده اسمه ايه اسمه انحياز امامي موجب مع موجب وسالب مع سالب ده انحياز ايه امامي تمام طيب في الانحياز الامامي هنلاقي ان نقطة طلاقي البي والان دي بتسمى بالمنطقة القاحلة منطقة القاحلة دي انا عندي في الانحياز الامامي بتكون صغيرة جدا يكون منعدمة تقريبا خلاص هتلاقي ان فيه التحام جامد ما بين البي وما بين الان في حالة الانحياز الامامي يعني منطقة القحلة بتكون ايه ضعيفة جدا نيجي بعد كده لو انا بقى في الانحياز العكسي في الانحياز العكسي ايه اللي هيحصل هنلاقي ان في الانحياز العكسي الان والبي شايفين كده البي ده موجب البي موجب هيتصل بايه هيتصل بالسالب يبقى الموجب متصل بالسالب وهنا الان سالب متصلة بايه متصلة بالموجب يبقى السالب مع الموجب والموجب مع السالب يبقى ده اسمه انحياز إيه عكسي نلاحظ كده المسافة ما بين ال-N وال-B هنلاقي ان فيه منطقة كبيرة ما بين ال-B وال-N اللي هي بنسميها المنطقة إيه القحلة المنطقة القحلة ده بيكون إيه كبيرة في حالة الانحياز في حالة الانحياز العكسي تمام كده وعندنا ده شكل عنصر الإيه الموحد اللي هو عندنا ده بيظهر الطرف السالب والطرف المجبل الايه للمواحد لان احنا قلنا اشباه المواصلات طالما وصله بيه ووصله ان انا بصنع منهم الايه المواحد اللي انا بستخدمه في الدوائر الالكترونية زي دوائر الايه دوائر توحيد الطيار وبستخدمه كمان في ايه بستخدمه في الاجهزة الايه الالكترونية خلاص بعد كده عندنا فيه ده بالنسبة للجزء الخاص بالباب الخامس اللي احنا قلناه يبقى هندرس فيه كل شيء يخص المواد اشباه المواصلات وهنتعرف زي ما قلنا على الجزء دوات انحيازه ايه توصيله بيكون ازاي ايه اللي بنصنعه من اشباه المواصلات وانا استفدت ايه من اشباه المواصلات اللي هي اساسها من مادة السيليكون ومادة الجرماني تمام كده وتعرفنا كمان على السيليكون والجرماني باستخدمهم في ايه بعد كده في الباب الخامس او هيكون بالنسبة لكم الباب الاخير ان شاء الله اللي هتدرسوه في الترم التاني الباب الخامس ده هو عبارة عن المواد العازلة وهنتكلم فيه عن يعني ايه مادة عازلة كلنا عارفين يعني ايه مادة عازلة هي المادة اللي التوصيل بتاع الطيار بتاعها بيكون ايه مفيش يعني هي ما بتوصلش طيار طب انا عندي في الباب ده هدرس ايه كمان هدرس الخواص الكهربية للمواد العازلة انا عندي المواد العازلة دي لها خواص خلاص ايه هي بقى الخواص دي تمام هنتعرف على الخواص كاملة ان شاء الله خلال دراستنا للترم التاني وكمان هنشوف تقسيم المواد العازلة المواد العازلة بتنقسم الى اقسام هنشوف خواص المواد دي ايه تمام وتقسيمها واستخدام المواد العازلة وتأثير الحرارة والرطوبة على المادة العازلة وهل ممكن الحرارة او الرطوبة لو انا اثرت على المادة العازلة بحرارة معينة او برطوبة معينة ايه اللي هيحصل المادة العازلة دي ممكن تفقد عازلها ولا ايه اللي ممكن يحصل للمواد العازلة دي ده الجزء اللي احنا هنقول عليه اللي اول حاجة هنتعرض لها اللي هي المواد العازية هي ايه المواد العازلة هي المواد التي لا تسمح بمرور الطيار الكهرباء يعني دي مادة مش بتمرر كهرباء زي مثلا الخشب هو الخشب دوت من المواد العزلة تمام؟ يبقى ما بيمررش خلاله طيار كهرباء تمام؟ بعد كده ايه هي صفات المواد العزلة؟ المادة العزلة من صفاتها ان هي بتتحمل الجهد الكهرابي بتتحمل الايه؟ الجهد الكهرابي وكمان التغيير عندي في الجزء الخاص في درجة الايه؟ الحرارة والرطوبة ده بيكون بالنسبة للصفات الخاصة بايه؟ الصفات الخاصة بالمواد العزلة بعد كده تنقسم المواد العزلة يا ولاد عندي اللي انا بستخدمها في الانشاءات الكهربية انا بستخدم المواد العزلة في الانشاءات الكهربية يعني في الصناعات الكهربية بتنقسم لايه؟ ممكن نقول ان هي في عازلة صلبة وفي عازلة سائلة وعازلة ايه؟ غازية يبقى عازلة صلبة وعازلة سائلة وعازلة ايه؟ غازية طب انا عندي المواد دي هدرس كل مادة خلاص وهعرف ايه هي خصائص كل مادة من المواد سواء كانت عزلة صلبة او سائلة او غزية طب انا عندي في حاجة اسمها زي ما بنقول جهد الانهيار ايه هو جهد الانهيار جهد الانهيار ده الجهد اللي انا لو انا اصرت به على مادة عزلة وبدأت ارفع في قيمة الجهد ده بالتدريج هلا ان كتر او زيادة قيمة الجهد بيؤدي الى حالة انهيار للعازل ويمكن الجزء ده ياولاد احنا درسنا برضو درسنا جزء منه فين في الترم الاولاني وشوفنا يعني ايه الانهيار الكهرابي وازاي انا اعمل عملية انهيار لما كان فيه عندنا عينة واثرنا عليها بجهد وبدأنا نرفع الجهد ده بالتدريج لغاية ما نشوف ايه الانهيار اللي حصل للايه للعينة وكمان هناخد ايه هي المتانة الكهربية وده الجزء الخاص به الباب الاخير اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الترم التاني بتمنى لكم التوفيق شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة